حجم ما تستورده بريطانيا من روسيا من الغاز شهرياً 500 مليون جنيه سترليني يعني حوالي 10 مليون 10 مليار جنيه مصري شهري بريطانيا أعلنت النهاردة وقالت ليه روسيا أنا مش عايزة غاز في نيتون طب الغاز اللي بتصدره روسيا ليه بريطانيا يشكل كم في المية من احتياجات بريطانيا الربع إذن بريطانيا بتستورد غاز شهري ب2 مليار جنيه سترليني يعني 40 مليار جنيه 40 مليار جنيه 50 مليار جنيه مصري في الشهر النهاردة بتعلم بتقول له أوروبا لا مش عايزة لروسيا طبعاً فيه حجم وسرعات وشاركات دولية تدخل وفيه قطر وفيه مصر وفيه حاجات كتيرة يعني لكن ده بيأكد كلامي طب ما يمكن بريطانيا وأوروبا هيتخدوا الجراءات اللي هو خفض استهلاك الغاز على المواطنين زي ما احنا بنوفر استهلاك كهرباء هو للمزارش أوروبا عايزة أقول لك أوروبا هي عبارة عن ساقيع في الشتاء وزي ما حراركوا بتشوفوا في نشارات الأخبار في الشتاء أن بتصل درجات الحرارة لـ 30 و50 و60 تحت الصفر فالناس دي عايشة زي عاملين دفاية زيت في كل حيطة يعني في كل قوضة فيه دفاية زيت البيوت الأوروبية بيوت صغيرة يعني لما حد يقول لك أنا ساكن في فيلا مثلاً في لندن أقول لك أتفكر فيلا زي ما بتيجي في الأفلام المصرية لا ده 60 متر تحت 60 متر فوق بس طب إيه يا عم أم الفلا اللي أنت أرفلة بها دي يقول لك لا ما دي بتستهلك مني غاز كتير عشان أدفيها إنما لو عملت بقى 1000 متر تحت و1000 فوق مين اللي هيجيب لغاز يعني والفاتورة فاتورة الحكومة لا تدعمها يعني فربما بقى مصاعد أوروبا عندنا فوائد